يا مساء الخير يا مساء الحب يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى دايماً بكون معاكم إمام مختار كل يوم 2 الساعة 7 بالدقيقة اضبطوا ساعتكم معايا النهاردة هنتكلم عن الحياة النهاردة هنتكلم عن أهم حاجة في الحياة يمكن من وجهة نظري يمكن من وجهة نظرك يمكن أنت مش فارق معاك يمكن أنت ولا بتفكري النهاردة هنتكلم عن الأمان 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 كلمة كبيرة قوي جواها حسيس رهيبة الإحساس بالأمان شعور بتدور عليه كل بنت وكل ست وكل راجل وكل شاب بس خلينا نشوف مع بعض هو إيه اللي بيحسسنا بالأمان هو فعلاً الأمان ده بالنسبة لي حاجة وبالنسبة لكم حاجة وبالنسبة لحد تاني حاجة يعني حاجة كده إيه متغيرة أو نسبية يعني أنا شايفة الأمان في زاوية معينة وإنت كمان شايف الأمان في حتة معينة الأمان بالنسبة للستات خلينا نتكلم الأول للستات الأمان للستات كتير قوي في ست الأمان بالنسبة لها راجل تحبه يحتويها يحسسها بالطمأنينة يطبطب عليها وهي موجوعة يحتويها كلها بحياتها بمشاكلها بحلوتها بمرها أنا بالنسبة لي راجل زوج حبيب بيطمني بحس معه بالأمان ده الأمان في ست تانية بالنسبة لها الأهل هم الأمان أهلها وإن هم بيدعموها وسابورت ليها طول وقت وطول وقت الأهل عموما حتى لو ما بيدعموش على فكرة المشاكل كتير قوي دلوقتي في الدعم لكن حتى لو ما بيدعموش لمديا ولا نفسيا بس أنا أنا بحس كده أن أهلي حوالي ده الأمان عادي مستكفية في ست تانية تقول لك لا الكارير بتاعي هو الأمان ودخل مدي يعني بقى ليه كده فلوسي بتاعتي ده خلالي كل شهر وحس بقيمتي وليه كارير وليه حياة والناس بتقدرني وبتحترمني وليه كده شنة ورنة وهيبة كده في أي مكان أدخل فيه ده بالنسبة لي الأمان كل واحد فينا شايف الأمان بمنظوره هو وما أقدرش أقول أن ولا حد من دول غلط لأن الأمان كل الحاجات دي راجل يحبني ويبقى حنين علي ويطبطب علي ونام جنبه كده ما بقاش خايفة من بكرة يطره هو يسيبني ويمشي يطره هو يعرف حد غيري يطره هم أهله يقصروا علي ويخلوه يسيبني يطره عشان أنا ما خلفتش فممكن يسيبني في يوم الأيام ومام تتأثر عليه ولا معرفش مين يطره 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 تعرفيني يطره الأفكار السودوية والأفكار الدايما السلبية اللي بتيجي في بال كل ست ألأ 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 من بكرة هيعمل يا يساوي ده مش أمان لكن الراجل اللي يعكس لي ده يبقى عكسه طبعا الأمان الأمان راجل يحبني ويحنوا علي ويبقى معايا في حياتي ويبقى ضهري وسندي ضهري وسندي مش لازم فلوس بس يبقى كده ضهري أبقى زعلانة بعاية أجري عليه وترمي في حضنه مبسوطة وفرحانة وترقيت في شغلي ونجحة وعملة حاجة حلوة أجري عليه برضو وفرح ويفرح معايا يعني أفرح معايا ويزعل معايا الأمان إن أنا يبقى عندي فلوس بدل مفضل أضغط أضغط على جوزي إن أنا عايزة وعايزة وعايزة وممكن يكون هو على قده فبردو كارير ويبقى ليكي كيان ويبقى فلوسك في جيبك نفسك في حاجة تجيبيها تبقي مبسوطة بنفسك ده برضو أمان الولاد كمان يعني فيه ناس كتير جدا يعني اللي مخلفوش طبعا ربنا يديهم نعمة الخلفة لنفسهم يبقى فيه ولاده أمان وفيه ناس بتفكر ممكن ما يبقى السعيد في بيته يعني ممكن ما يبقى السعيد خالص أو هي مش مبسوطة معايا بس بالنسبة لها ولادها حواليها وبيكبروا شايفاهم ومبسوطين ونجحين ده بالنسبة لها الأمان تيجي مثلا تقول لها طب انت عايشة ازاي انت مش مبسوطة وانت تقول لك كفاية ولادها حوالي فيه ناس تانية وفيه ستة تانية تقول لك ما الولاد بيكبروا ويكبروا كل واحد مع صحابه وانا قاعدة الوحدي في البيت فانا كنت فكرة ان الولاد أمان وسند لكن بعد ما بيكبروا ببقى وحيدة فلازم يبقى حد معايا في حياتي طب طب علي بقى موجود جنبي لان الولاد خلص كل واحد بيشوف حياته بيتجوز وبيمشي وبيكبر فالأمان كل واحد فينا شايفه بطريقة مختلفة خليني اقولكم ان النهاردة هيكون معانا الدكتور عمر شليل استشاري السحة النفسية ومن الحلقات اللي انا ببقى مبسوطة فيها جدا لان الدكتور عمر بيتكلم من قلبه وهو شاب صغير وكلامه بيعجبني وشباب كتير جدا بيحبوا يسمعوا كلامه ويقتنعوا برأيه اللي هو في حكمة وفي حنية وفي مشاعر وفي خبرة حياة فهيكون دقايق يكون معانا في الستوديو بس قبل ما استقبل ضيفي خلينا نروح كده مع بعض من خلال Application Zoom ضفتي موندا وديع استشاري العلاقات الأسرية وصانعة المحتوى أهلا بيك يا موندا أهلا بيك يا أستاذة إيمان أخبارك إيه؟ الحمد لله أخبار حضرتك إيه؟ طبعا إحنا قبل ما نستقبل الراجل في الستوديو إحنا دلوقتي ستات مع بعضين اللي تسفرست آه يعني ستات نفطفت كده مع بعضين قبل ما نروح للعنصر الرجالي أنا عايزة أعرف الأمان بالنسبة لك أنت في الأول يا موندا إيه؟ بالنسبة لي أنا؟ طيب خليني أقولك بس تعريف بسيطة عن الأمان وهقولك الأمان بالنسبة لي إيه؟ يعني لو هنتكلم عن الأمان أنت قلت مقدمة رائعة جدا عن الأمان ونسكت فعلا بتفكر الأمان في الأمان في الفلوس وفي العلاقات أو في الزوج أو في الأهل ولكن تعريف الأمان ببساطة هو ثقة يعني هي الفكرة كلها الأمان أنا واثق أن اللي قدامي يبقى موجود أو متاح في الوقت اللي أنها بقى محتجاله فيه فده حتى بيبدأ من الطفل من أول ما يتولد مجرد ما بيعايد مهم يبقى واثق أن مامته تبقى موجودة وهكذا يعني هنتكلم عن مراحل الحياة فالأمان سكاء الأمان بالنسبة لي يعني مهم يكون في حاجات سابتة يعني أمان بغضو من علاقتي بربنا ده نقطة والنقطة التالية علاقتي بنفسي وبييجي بعدها الحاجات اللي حضرتك قلتيها العلاقات الزوج الأهل العمل أو الفلوس يعني من خلال الشغل ده باخد فلوس أو كده فالأمان بييجي بالتدريج من الحاجات طب هل الأولويات دي يا موندا بتيجي حسب درجة تعليمي يعني مثلا تلاقي مثلا اللي مكملوش تعليمهم أو مثلا درجة التعليم بسيطة بتلاقيها بتفكر كل تفكيرها هو أنا بتجوز وبخلف وخلاص تيجي بقى لو واحدة متعلمة بالدرجة أعلى وخدت ماجستير وكملت للدكتوراه يعني حتى لو ما خدتش ماجستير متخرجة وعارفة أن الحياة لازم كرير تلاقيها بتفكر في الأول أن أنا أشتغل ويبقى معايا فلوسي وما بقاش محتاجة لحد يعني هل ده بيفرق ما بيني وما بينك وما بين حد تاني درجة التعليم والبيئة اللي أنا طالعة منها البيت اللي أنا متربية فيه بالزبط هي بتيجي من خلال البيت والخبرات يعني أنا تربيت إزاي ترى أنا أهلي ربوني أن الأمان بيبقي لما مثلا لو أنا تربيت أن الأب أو الأم بيقولي الأمان هو شغلك أو الأمان هو جوزك أو الأمان هو أولادك الأمان مش في أي حاجة تانية فأنا بأكبر بأخذ الفكرة دي وبتعامل على أساسها زي ده الخبرات اللي أنا بتعرض فيها من خلال الحياة يعني أنا مثلا لو أنا في علاقات في حياتي مش بتحسسني بالأمان فإذا أنا أخدت فكرة أن العلاقات مش هي لها تديني الأمان أو لو أنا مثلا تعملت في الشغل أن الأمان في الفلوس ولقيت أن الفلوس هي اللي بتديني الأمان فخلاص بقى عندي خبرة أن الأمان في الماديات فهموا قصدي الخبرات مع تربية هي اللي بتوصل لي صورة الأمان بتبقى عاملة إزاي يعني هي اللي بتخليني الأمان بالنسبة لي عبارة عن إيه طب سؤال أخير يا موندا اللي يخليكي تحسي أو بتفقد الأمان ده يعني اللي يخلي أفقد الأمان لو تعرضت لحاجات زي ما قلت لحضرتك من شوية مثلا لو أنا في علاقة كنت واثقة فيها جدا وجات خزلتني أنا كده هيخليني أفقد الأمان في العلاقات دي بس المهم أن أنا معممش فهم أصدي يعني مثلا أنا في علاقة خلاص ما ديتنيش الأمان فما ينفعش أقول بعدين خلاص هي كل العلاقات مش هتديني الأمان لو واحدة مثلا تجوزت شخص فما حسسهش بالأمان إذن خلاص الجواز مش هو الأمان فالتعميم حتى إحنا بنسميها يعني من ضمن أخطاء التفكير هو التعميم إن أنا خلاص أنا جربت الحاجة فبالتالي ما نفعتش معي فعممتها على كل حاجة يعني كل نوع التعميم هو بصراحة يعني أنت معاك حق أنت معاك حق بس مثلا تلاقيه واحدة حلوة قوي جزء سبعة عشان واحدة وحشة قوي هي هتفقد الأمل في الحب ولا في شكلها ولا في إيه فتلاقيها تجنينت واحدة مثلا إيه سبعة وراح لوحدة مثلا غنية وصاحبة شركات وبزنس وومن كده فتلاقيها نزلت وخست واشتغلت وعملت كل ما مبوس عنها تعمله عشان ترجع تاني الأمان بالنسبالها تلاقيها وقعت في علاقة تاكسيك واحد بيستغلها وعايز فلوسها يعني من هنا ليهن علشان مصدر الأمان هي مش عارفة برد هي محددها في حاجة معينة فبالتاني فقدته فهي بتبدأ تخلق لنفسها حاجة نفسية يعني أنا هبدأ أغيزه بقى هبدأ أخس هبدأ أدور على حد تاني أستمد منه الأمان بس بشكل مثلا بلاقي نفس دخلت في علاقة مش صحية بسبب أن أنا مش مركزة في نقطة الأمان أنا يعني الأمان عشان كده أمان بقولتلي في الأول خالص الأمان في علاقة في حاجة ثابتة علشان كده الأمان في علاقتي بربنا دي أول حاجة وعلاقتي بنفسي على فكرة النقطة مهمة جدا إحنا ما ناخدش بالنا منها يعني إحنا دايما بناخد بالنا أن إحنا نجلت في نفسنا ونقنم في نفسنا ودايما أنا السبب ودايما أنا يعني فيه جلب زياد طول الوقت فبالتالي أنا علاقتي بنفسي ما فيهاش طمأنينة يعني أنا مش بعرفة طمأن نفسي حتى لكن تيجي بقى لبقى الحاجات اللي إحنا تكلمنا فيها الدواز والعلاقات والعيلة والمانديات كل دي حاجات مهمة بس منفعش تبقى هي الحاجة الأساسية يعني منفعش هي الحاجة الأساسية اللي أعتمد عليها صح جدا يعني أنا كده هم بدعم إن شاء الله نعمل حلقة بقى تبقى معايا في الستوديو لأن العلاقات دي أصلا يعني متفرعة جدا علاقتي بأهلي غير علاقتي بجوزي غير علاقتي بأهلي جوزي غير علاقتي في الشغل غير علاقتي بولادي ويعني حاجات كده مكالكعة كلها في بعض بس إن شاء الله كلامك حلو قوي وأنا بقى إيه مش عايز أحرقه كله عشان تبقى معايا في الستوديو مرة جاي إن شاء الله خلاص اتفعنا أوكي استشاري العلاقات الأسرية وصناعة المحتوى موند وديع بشكورت جدا يا فاند مشاهدينا هنطلع بقى فاصل وهنرجع نستقبل ضيفي اللي هيكون معايا في الستوديو الدكتور عمر شليل وأنا متحمسة جدا لهذا اللقاء والكلام اللي هيتقال خليكم معايا ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا والأمان في حياة الست الأمان إزاي أحس بالأمان وإيه الحاجة اللي بتخليني متطمنة ومرتاحة ومش خايفة من بكرة تعارفين أسوأ ما في الأمان وعدم الأمان إن أنا أبقى نايمة كل يوم خايفة بكرة هيحصل إيه بكرة يا طرع هشتغل ولا هترفض ولا همشي ولا إيه اللي هيحصل الفلوس هتخلص ولا اللي قصت عليها هتخلص إمتى وتزيد وتعمل معرفش إيه وإيه وإيه الجوزي بيبص الواحدة تانية طب يا ترى وبيبص بس ولا شوية شوية وهيتجوزها وهيسبني تفتكروا معرفش إيه والله هيفضل إيه إيه أفضل يمين شمال شمال يمين أبيض وسود تعبنا وتكلمنا على وتكلمنا على الحالات النفسية اللي بتيجي ناتجة عن عدم الأمان خلوني راحب بديفك موجود معايا في الاستوديو الدكتور عمر شليلي استشارة صحة النفسية زيك يا دكتور عمر الحلقة دي بالذات جاهز الله دكتور عمر شليل يعني ما ينفعش أبقى أتكلم عن الأمان وإنت مش معاي ربنا يخليك ده النهاردة أنا سعيد أن أنا موجود معاك وفي حكا أنا ومعاك بالذات يعني حاجة جميلة إن شاء الله النهاردة نقدم حاجة كويسة إن شاء الله دكتور عمر ربنا يخليك الأمان وسكت الأمان السيتات كلها بتستنى كلمة الأمان السيت بتدور على الراجل الغني ولا الراجل اللي تتطمن معاه السيت بتدور على الراجل السند ولا الراجل اللي يقول لها كلام حلو السيت بتدور على الراجل اللي يديها كلام ويعمل لها شوية أفعال ويجيب لها كل اللي نفسها فيه ولا يجيب لها كلمة الأمان لأن الست دايماً بتحس أنها مهددة بتحس دايماً بمجرد خروجها من بيت أهلها بتحس أنها معرضة لمخاطر كتير سواء هي راحة الدراسة، راحة الشغل، راحة برّة دايرة اللي تتعودت في وسطهم تاخد الأمان وأي بنت اتعودت تاخد الأمان من مين؟ من مين؟ من رقم واحد في حياتها هو الأب الأب والأم عشاء الأب كمان هو مصدر الأمان ومصدر السند للبنت هو باباها فإذا غاب باباها لازم يكون فيه شعور تعويدي يعوضها عن النقص الاحتياج دا ولكن أغلب الرجال للأسف ما بيقدروش يطمّنوا الست اللي معاهم يقولوا لها الكلام المهين اللي يخليها تشعر كل لحظة وفي كل وقت بعدم الأمان تسمع من قصة زميلتها وصحبتها ومعاها في الشغل وعى السوشال ميديا إن الراجل في أي لحظة ممكن يخضر بيها كمان إن الراجل اللي موجود النهاردة هل هم رجال تستحق لقب الرجال ولا لأ؟ هل أنت مراعي الست اللي ربنا ادهالك وأحلهالك ولا لأ؟ هل أنت مطمّنها لدرجة إن هي تقول أنا جوزي دا السند والأمان حتى لو مقدرش يجيب لي متطلباتي؟ هنا بقى السؤال السبت هنا لو حست إن هي فعلا مع راجل في أمان هتنسى كل الاحتياجات التانية اللي هي ممكن تدور عليه خليني الأول كده إيه؟ يعني إيه؟ أرمي قصادك كل المشاكل يعني أنت متعود طبعاً اللي هوي خد شيل معايا شوي خليني أقولك بقى في البداية هحكي لك إحنا كستات كده بنلفها إزاي؟ يعني أنا مثلاً بالنسبة لي أصحق مش بالنسبة لي كإيمان يعني كست يعني عموماً مش بتكلم عن نفسي أنا بتكلم عن الستات عشان الناس كلها بتبعث لي بعد الحلقة ليه يا إيمان حرامة؟ ليه أنت مالك؟ ألف بعد الشر عليك يقولون إنها معنى مزيعة بس ماشي احنا الحاجاتنا متخصناش أيوة بالضبط طيب دلوقتي أنا كستة أفتح الموبايل ألاقي فيديو بيقول لي إيه؟ عربية شيك تنزلت عياتي فيها من جوزك بدل ما تنزلت تتمرمتي في المواصلات فتبتدي إيه؟ تفاهمني إن الفلوس أهم حتى لو أنا مش مبسوطة مع جوزي أو بينكد علي أو 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 لا أنا لازم أبص على العربية شيك لأنا هنزل ألف في بيها مع صحابي وعيت حتى لو منه مش مهامة حاجة تانية أنا متربية في بيت دي إمان بقى أنا متربية في بيت بابايا عمره ما حضر حفلات مدرسة ولا تخرج جمعة ولا حاجة خالصة ولا كان لسه في التوقيت ده الحفلات التخرج معلش بس حتى يعني حتى لما كان بيبع عندي مشكلة في المدرسة كانت مامتي دايما الموجودة عندي أي حاجة في حياتي مامتي دايما الموجودة لكن أنا ثلاث يعني مش عشان بابايا ما قربش مني قوي في الفترة دي فأنا هعاقبه لأن خلاص هو بابايا وبحبه وبيقفوا جنبنا في حاجات تانية كتير لما بنكبر بيعوضوا فدي برضو نقطة بلاقي بنات بتقوله أول ما ترتبط عوضني عن حنام بابايا عشان بابايا يقول عمره كارسة دي إمان دي كارسة وخصوصا في البيوت اللي فيها طلاق بالزبط كارسة اللي فيها طلاق يا جماعة يعني البنات بتبقى أول راجل بتقابل تقوله إيه أسانا بابايا سبنا وإحنا صغيرين أول حد هيطبطب عليها هي هتفكر إن ده الأمان وده التعويض للنقص اللي موجود عندها في البيت وده الأزمة اللي هيبتزع عاطفيا واللي هيجرحها واللي هيئزيها في مشاعرها واللي بعد كده هيعرضها للخزلات ويوم ما تتكلم هيقولها هيا انت نسيتي أنا أصلا ما اتكلمتش مع حد من أهلك أنا ما شفت الكيش أب طب ما هي زنبائي للأسف البنت زنبائي في رجالة عندهم القدرة على الفهم ده وفي رجالة للأسف مش رجالة ما هو مش كل راجل هيتقال عليه راجل ومش كل راجل هيتقال عليه ده الراجل ده سند اتجوزة السند اتجوزة الأمان انت الراجل هنا اللي وقت ضعفك ما ينتقدقيش بس لا ده يوضح لك ويكون داعم ليك وقت جرحك ووقت أزمتك يكون جنبك احنا كرجالة أصلا وما يفرق احنا بندور على الستات ليه أنا بقى كنت عايزة يعني ألف في السؤال بس كنت جاهلكوا كرجالة إن الأمان عندنا غير الأمان عندكم بالضبط احنا كرجالة النهاردة لما أجي أقول لراجل اتقل له في الزوجة اللي ربنا أحلها لك وزي ما الرسول قال استوصوا بالنساء خيرا ليه بقى لأن انت عندك الأم والأخت والزوجة والبنت ربنا هيرزقك باربعة حواليك مختلفين بقى لسه بقى البقين بقى زميلتك في الشغل وزميلتك في العمل وقرايبك وكل البنات اللي حواليك دينا يا عمري والله تقل له في البنت اللي انت بتحبها دلوقتي ليه حتى قبل ما تبقى امراضك والله يا أمان المشكلة مش في ان البنت بس ان فيه النهاردة أبهات للأسف ببيتقوش الله حتى في البنت اللي ربنا رزقوا بيها عشان كده انت لازم تبقى عارف ان البنت دي ايه البنت دي مهما كانت انت شعيفها كبيرة وقوية ومتسلطة ولسانها صليت هي في الأول وفي الآخر أنسة ضعيفة لكن هي لو كانت من البداية شافتك راجل معاها كانت هتكون لك ستة بمعنى الكلمة لو كانت شافتك زكر كانت هتكون لك أنسة لكن للأسف الرجال اتدور كده انت أول ما بدأت تتكون في وجود الدنيا دي كلها اتكونت في وجود مين في وجود رحم الأم اللي هي أنسة اللي هي الأنسة أول ما كنت ضعيف ومحتاج اللي يطمنك ومحتاج في وقت الخزلان ووقت الضعف بتاعك دورت تترامى في حضن مين في حضن مامتو الأنسة برضو ولو ما كانتش مامتك هتدور في حضن زوجتك ولو مش في حضن زوجتك مع واحدة بترتح لها وهنا الأزمة بقى انت تبقى عارف ان هي السكن ليك ان دي القوة بتاعتك عمرك شفت راجل لما بيكون في الأزمة ومحتاج يفطفض أو يعيط أو يبكي ده مش ضعف بس عمرك شفت الراجل بيروح يعيط في حضن الراجل تاني ولكن بيدور على على الست العاطفة اللي تطبطب عليه اللي تكون حنينة عليه ليه بقى انت وعلى الحد ده ليه انت تحاول تكسر ده ليه تكسر قلب أصلا حبك في يوم الأيام وفتقرك ان انت الحياة كلها وتعشم ورسم حياة كاملة قدامه طريق كبير بس يا دكتور عمر انا كل المشاكل اللي بيجيلي على الصفحة من بنات خدت وعود يعني يا جماعة البنت البنت لما بيتقلها وعد خلاص يعني انت قلتلي دلوقتي ايمان انا عمري ما عيش من غيرك وخلاص وحياتي قفل عليك ويوعد سبيني كمان الست كلمتها انا بشوفها والله انا قابلت ستات كلمتها بمت راجل بالزبط هي فعلا بتكون قد العهد وقد المصادر وممكن تكون كانت حياتها راحة في حتة تانية بالزبط وممكن تكون كان في واحد تاني متقدم لها احسن منك وكمستوى وككل حاجة بالزبط ترفع عليك عطلت طريقها لكن هي صدقتك فأمنت بيك فقالت حرامة وجع قلبه وكسر قلبه الست إذا أحبت بجد تقدر تخلي الراجل اللي معاها ده أسعد راجل في الدنيا بزبط وأنجح راجل في الدنيا ويكون ليها فعلا الظهر والسند وهي تكون ليه دعم والحماية ما هي دي بقى الخبطة بقى اللي تيجي للست بقى هنا بقى أول ما يقعد بتتكسر وأول ما هو بيقلف نظرها إن كل الكلام ده كلام وإن أي ريح يعدي يكسر العلاقة أصلا يعني فيه مثلا رجالة لو عنده مشاكل مع أهله تلاقيه تحول عليها وإن هو خايف يتصدى لأهله مثلا وفيه كلام وفيه كلام من الحموات إذا الراجل لما قدرش يفلتر الكلام اللي بيتقاله من مامته على زوجته هيطلق مراته إذا أنت طريقك كان كله مطبط إياكي ومعسول الكلام إياكي واللي بيقولك الكلام والوعود والأوهام بس الظروف تتحسن إياكي من ده إياكي بالمرور اللي أنت مريتي بيه وفي الآخر تسمعي واحد يقول للقصص أنت المفروض الدروس اللي مريتي بيها في حياتك تكون ليكي طوق نجاة مش هو اللي يكون ليكي طوق نجاة الدروس اللي أنت مريتي بيها والقلم النفس اللي عاشتيه قبليه يخليك تحذري مليون ألف مرة من أي راجل يقولك كلمة حلوة أو وعود وكمان أنت لما تروح تختاري اختاري الشخص المناسب على قد الظروف المناسبة اللي أنت شايفها في الفترة الحالية مناسبة ليك يعني أنا ما اختارش الراجل اللي بيتكلم كلام حلو طب وانا هختاره إزاي مش هو إياكي ومعصول الكلام إياكي ومعصول الكلام طب ما إحنا كستان بنسمع الكلام الحلو بنقتنع بنصدق أزمة الست النطجة نعمل إيه اللي تقدر تفلتر الكلام اللي بيتقال لأ هنقف عند الحتة دي يا دكتور عمر عشان أنا عارفة أن أنت بتدخلني في مناطق بفتعل الموادع جميل أيوة بالضبط جدا فإياكي ومعصول الكلام أنا عارفة دلوقتي كلكوا وقالتوا مالأي ومالأنا هروح أرتبط براجل يعني بيشتامني بزبط لا معصول الكلام وخصوصا مع الستات كان من قصص معناها أمان دلوقتي في المجتمع وفي السوشال ميديا ومشاهير ومش مشاهير وكانت بدايتها فرحة كلام وفيسات بتتبعت وأغاني وأغاني وناس بتغني وبيقف تحت البيت وبيبعت لك جوابات وبيقدم لك ورود وبيقدم لك وعود والنهاردة اكتشف أنني مش أنت اللي كان عايز كان من فرحة البدايات اللي تخليك تفكري النهاردة لما تقيسي الراجل اللي معاك النهاردة لو هو فرحة البدايات تتغير لكن لسه ليك سند ولسه ليك أمان هو ده اللي تحافظ عليه طيب احنا عنا نطلع فاصل ونرجع تاني وإيه هو مفهوم الأمان بالنسبة لنا خليكم معاك أنا أكتر حاجة بتحسني بأمان هي أمامتي الاستقرار الأسري الاستقرار الاجتماعي التوفير العائد المادي اللي أنا أوفر بيه احتياجاتي وإحتياجات أولادي واحتياجات البيت أحسنة بكون بالأمان مع ماما في البيت ومع أخوتي دوله أكتر حاجة وحسنة معهم في الأمان ماما طبعا وبابا أعتقد أنه مهما كان عندي يعني شغل داخل المادي أيا كان هما بالنسبة لي نمبر واحد في الأمان يعني مفيش حاجة تتقال يعني أول حاجة طبعا الأسرة الأسرة بشكل عام يعني دي أكتر حاجة ممكن تديني أمان وطاقة تانية حاجة أنه يبقى فيه دايما سند وداعم للشريك الحياة يعني يكون سند وداعم ووقف ضاري دايما إن أنا أكون وسط ناس أنا بحبهم أو بارتاح معاهم وطفر بقى الناس دي مين صحابي عيلتي ناس أنا بحبها دي أكتر حاجة ممكن تدعب تحزني بالأمان يعني أنا أكتر حاجة بتحسسني بالأمان أهلي مامتي أكتر بصراحة عشان بابا يدعمن في شغله وصحابي أكتر حاجة بتحسس الإنسان بالأمان هي ربنا يعني ربنا هو المتحكم في كل حاجة في الدنيا فالموضوع كأنه كده عامل زي الهرم الغذائي بادام ربنا موجود في حياتك فهو ربنا ده أهم حاجة هيحسسك في الأمان في كل الباقي طب لو فيه زوج موجود أو إخوات أو أرايب أو صحاب فدول بعد ربنا دول مصدر تاني طب ما فيش دول وفيه مثلا شغل فده بعد كده بس كل ده مبني على الأساس اللي هو إيه إن ربنا موجود في حياتك فأنت بادام قريب من ربنا وملتمس إن أنت تشعر بالأمان في علاقتك مع الله فأنت كده هتبقى أمان في كل حاجة لأن ما فيش حاجة في الدنيا كلها مضمونة غير ربنا ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه موضوعنا عن الأمان وموضوع الأمان ده إيه وعتفتك له إن هو كلمة كده وخلاص اللي هو أنا حاسة بالأمان لا أنا مش حاسة بالأمان الأمان ده ممكن تخلي حياتك كلها سعيدة كلها منورة وفيها قلوب وضحك وسعادة وعدم الأمان ممكن تفضلي تدواري عليه عمرك كله عمرك كله وفي الآخر ما تلاقيهوش فاللي بيلاقي الأمان يمسك فيه كده ويتبت لأن الأمان في الزمن ده بقى صعب قوي وبقى إحساس الواحد بيجري زي الدهب والألماص كده اللي هو إزاي ألاقي الأمان إزاي أتمسك بيه وإزاي أحافظ عليه لو أنا فيه حتة في حياتي مدياني الأمان إزاي أحافظ عليها دكتور عامل أنت قلت أن فيه بيوت كتيرة قوي متجاوزين بس مش متجاوزين الخرس الزواجي الصمت الزواجي الانفصال العاطفي والانفصال الروحي ما بين الاتنين النهاردة دي أكتر حاجة أنا بشوفها في المجتمع سواء أنا بعملها في أبحاث ميدانية في أرض الواقع مش ما حدش قول ده كلام نظري دي الأبحاث وبتقول لنا كده سواء الحالات اللي احنا بنتعامل معها سواء الناس اللي بتتواصل معنا كاستشارة أو كمشكلة عندها وعايزة تحلها بصت أنا في الجواز ده يا عمر لو تكسر الأمان وأنا ما حسيتش بالأمان باي باي حلوة قوي يعني إذن مش الفلوس خالص لا مش الفلوس يعني إمتي لو جالك راجل ساري عربي مش هتقبل إيه لو راجل أخلقوا كويس ما قبلوش ليه دو هلو السؤال بقى لكن لو راجل معه فلوس وساري جدا جدا بس بيدربني بيهني بالضبط ما بيقدرنيش ما بيحترمنيش لا بالسلامة ما يلزمنيش مع كل لحظة الستة هتتضرب إنت مين أصلا كراجل عشان تضرب أنصة ضعيفة أنت كل اللي تحللتك بكلمة عشان تكون ما بينكم السند والدعم والمودة والرحمة ليه تمدي إيدك أصلا من البداية هي تبقى أمراض نفسي بقى عقد آه دي استحالة دي ما بتتعليكش الراجل اللي إدرب زوجة راجل معقد ولازم يواجه نفسه إنه هو راجل مريض أنا ما بديش إيده على زوجتي كذلك الست لازم تحترم نفسها في جزء معين أنها لا تتطاول ولا تتسلط إلى أن لا تبعد عن حتة الاعتذار وحتة الاحترام الاحترام إذا فقد من البيت اتدمر البيت تخليتي سمحت للي قدامك إنه يهينك كذلك الراجل راعي ربنا في مراتك زي ما هتراعي ربنا في بنتك أنت هتكبر في يوم من الأيام وهتكون راجل وقاعد في وسط رأس ورجالة وهتلاقي متقدم لك شاب عايز ياخد إيد بنتك أول حاجة هتبص عليها إيه بنتك هتقول لك ده بيشتغل ومعه فلوس وانت هتدور بده بحكم الحياة هتبص في ده هتبص وبيشتغل إيه ومعه إيه ويقدر يصرف ولا لأ لكن انت كأب بما يرضي ربنا هتلاقي نفسك ما بينك وبين نفسك الراجل ده شكله محترم ولا لأ شكله متربي ولا لأ عنده دين ولا لأ هيحمي بنتي من بعدي ولا لأ ما هالبنت في بيت باباها نعمة لما تخرج من بيت باباها ممكن تتحول لكسر خاطر ومهانة وزل وخزلان وقلم ووجع وما تقدرش تنطأ ولا تقول لباباها خوفا من الخراب خوفا من ان باباها يكون رجل حساس يكون رجل عاطفي كان متعلق بيها وأكم من الأبهات اللي بيكونوا متعلقين حقيقي ببنتهم فبيبقى بالنسباله ان حد يهين بنته دي كأنه قصر قلبها وقصر خاطرها تمتخيلها ان شعور أب بنته بتتهان ومش قادر يدفع عنها عشان بيتها ما يتخربش لا طبعا بس يعني يعني عارف يا دكتور عاملة ودخلنا في الحتة دي هندخل في الحتة كتير مكالكا حتة ومي جدا لكن هي دي لوحدها ان انا ما بقاش مبسوطة في جوازي ده عدم أمان خلينا نرجع تاني حتة الأمان وعدم الأمان عدم الأمان إذا انت قدرتي تطمين الجوزك حياتك كلها توقع أمان طب لو جوزك هنا مش أمان ليك راجل غني وميصور الحال وكويس وبيقولي الكلام حلو لكن انت من جواك ليه فقدة للأمان انه ممكن يكون بيكلم حد عنيك مجدنا كده الاحسة الساسة دي التعبة الستات كلها وخرب بيوتها تقولك إحساسي بيقولي اني في حاجة غلط طب هقولك روح يقولي له وروح يتكلمي معها ولي له أنا عايزة تطمين بيك أنا عايزك تكون ليه سند طب هنيجي بقى النقطة أنا بقولها لأي ست ببساطة لو ما لقتش كل الطرق متقفلة قدامك عشان مش قادرة تحس بالأمان طلع الأمان من جواك خلي ليكي حاجة تكون أمان ليكي زي الشغل، زي الفلوس، زي تقدير الذات وده الأهم عندي النهاردة إن الست تكون قدام نفسها عندها قدرة على تحقيق تقدير الذات لنفسها ما تفرحش بالكلمة الحلوة ما تفرحش بالهدية الجميلة ما تعيشش في لحظات البدايات وفرحة البدايات ما تستناش الدعم ولا الكلمة الوحشة أو الحلوة تتقل من جزها لإن إيامة رجالة بتحاول تهز الست في ثقاتها والست إذا تهزت في ثقاتها ضع منها الأمان كل ست عايزة تنجح في حياتها لو جوزك مش مدعمك لو جوزك مش مقدرك قدر إنت نفسك زي ما الناس بتقدرك برا بس تكوني مقدرة نفسك بجد شايفة أن إنت تستحقي إحنا غالبا من كتر ما إحنا بنهتم بالعمل وبالشهرة وبالفلوس وبالبيزنس وبالنجاحات بننسى زواتنا بننسى قلبنا فبنقول معلش طب هتعود دي طب دي هشيلها بعدين لكن بيجي اللي قدامك عشان ملك الحاجة اللي لا يستحقها من البداية رفع طيله الإيجو نفختيه فيتهيأ له إن أنا طالما ملكتي دي أقدر أملك عشرين زيها وإنت نسيتي إن أنت أحسن من عشرين زيها عشان أنت كنت معاه بما يرضي الله لكن الحقيقة كنت المفروض كمان تقولي له لا أنا أستحق إياك إنك ترضى بأقل مما تستحق لكن لو رضيت بأقل مما تستحق استحمل اللي جاي استحمل معلش واستحمل خزلان واستحمل قلم واستحمل وجع واستحمل دموعك اللي هتبقى بالليل بس دي بتبقى جدعانة يا دكتور عمر بتبقى قوة جوة بنت يعني الست اللي بيبقى مثلا ماديا مرتاحة وحبت واحد أقل منها شوية عادي مش عيب عادي جدا يعني دخل عليها لا أنا مستوية كذا ودخلي كذا وتحترم عادي جدا بس أنا أنا هساعدك بس دايما وانت وبرضو بنرجع غلطانين انت ازاي تساعدين طب يا جدعانهم ما لإيه كثير من بنات الناس بيقعوا خطأ في الحتة دي وهنا بيكون دور القب الحكيم أو الواعي انه هيشوف ان بنته دي راحة الواحد مش مناسب ليها ماديا لكن شايفه راجل في المستقبل والزرعة اللي هو هيحط فيها بزور هيجنيها فبيكون هنا قرار الراجل اللي ورا البنت لكن البنت بتكون راحة بالعاطفة راحة بالمشاعر على قد ما تقدري أعملي بالانس توازن ما بين عقلك وقلبك حطيه في مواقف واختباريه مش عيب اختبريه وانت لسه على البر قبل ما تدخلي في البحر وتغرقي الاختبارات كلها بتفشل في الأول دكتور عاطف فإحنا ما بقناش نحب نختبر أصلا لا لازم نختبر ولازم نختبر كمان مرة الاختبار ده هو اللي هيخليلي بعد كده طوقنا جاء أعرف أخرب منه بأمان خلينا بقى في دقيقتين الأمان الأمان إزاي أقول لما أشوف إيه في حياتي أقول إن ده الأمان واحد واحد حب نفسك حب نفسك قولي لأ لما تكوني من حاجة مش مناسبة ليك وتكوني تعبانة وما تحملش نفسك في قطائطه نتعلم نقول لأ لما نكون مش مقتنعين وفي حاجة غلط نتعلم نقول لأ مش عيب ما ترضيش بقى أقل مما تستحقي دايما تكوني شايفة إن انت تستحقي حتى لو معكيش صح ودايما دايما نقول الكلمة أنا أستاهل أستاهل أتحب وأستاهل حد يضحي عشاني وأستاهل أتشال فوق الراس وأستاهل أبقى من أولويات أولويات حياة أي بني آدم أنا في حياته أنت جميلة بشكلك، بطولك، بعرضك، بملامحك، بشعرك، بصفاتك، بمفعلاتك، ببكاكي، بحزنك، بضحكك، بساعتك أنت جميلة وإوعي أي حد يقولك أنت مش جميلة دايما نقول لنفسك كده أنا جميلة بفطرة ربنا اللي خلقنا عليها مش محتاجة حد يقولي أو حد ينتقدني أو حد يقلل من قمتي دكتور عمري يعني آخر حاجة أثبت وجودك في الحياة قدام نفسك, وقدام ولادك وقدام زوجك وقدام المجتمع ما تقبلينيش بالكلمة المهينة ما تقبلينش بالكلمة المهينة ما تحاوليش تقللي من قمتك قدام نفسك لما تبيني with you ما تحاوليش تقللي من قمة نفسك لما قرني نفسك بوحدة تانية لما تفكر إن هو ممكن يدور على واحدة تانية يفضلها عليك وإذا أنت حسيت بالرفض امشي وقولوله مع السلامة وهو اللي هيرجع يندم عليك ووقتها تقوليله أنا كنت معاك وانت مش عارف جيت متأخر بس النهاردة أنا بقيت مع اللي يستحقني خليك دايما مع اللي يستحقك وما تفرحيش باللمة الكذابة ما تفرحيش بالناس الغلط تفرحيش بمعسول الكلام خلي القيمة اللي تخرج منك قمتك قدام نفسك الله على كلامك الجميل يا دكتور عمر اللي لو علي عايز أقعد 3, 4, 5, 6, 7 ساعات مشكرا جدا يا دكتور عمر يا رب يكون اللي سادة مشاهدين اتبسطوا ويا رب دايما ما يكتب على حد الوجع ولا الخزلان ولا الندم على أي قرار أخدوا في حياته نفسكم أمانة ارحموها طبطبوا عليها دا ودايما الكلام الحل باللي يطلع من جواكم بالحاجات الحلوة اللي انتوا تستحقوها شكرا يا دكتور عمر نورتنا وفي نهاية الحلقة مشاهدين كل المشاكل من البنات والستات أنا هلمها كلها في كلمتين وش هطول عليكم أنا النهار دا الحلقة دي معمولة مخصوص من كم الحاجات اللي أنا بشوفها مرعبة في عدم الأمان اللي بتسألني تقول لي لا ما أنا لو معايا فلوس دا أنا لو معايا فلوس دا أنا كنت عملت وعملت ولا كنت حسيت بأي حاجة ولما بتشتغلوا بمعا فلوس تقول لك راجل بس حنين أحس كده بالحنية جنبه كده والطبطبة طيب راحت للراجل الحنان والطبطبة ومعايش حاجة طب بس بيخلني وبتاع مش حاسة بالأمان خالص لا أنا عايزة أنزل أشتغل واثبت وجودي الخلاصة عشان أنا ست زيكم وعيشت بكل التجارب دي الحلوة والمرة الأمان بالجد زي ما قال الدكتور عمر لنا أنا حسة أنا نفسي مين يعني أنا مين أنا تمام أنا نكحة أنا عملت اللي عليها آآ وطول ما أنا بعمل عليها هتزعالي شوية بس عملت اللي عليك خلص مش أنت العلاقة دي خلصت بس أنا أديت فيها كل حاجة يا رب انت شايد علي أنا عملت كل حاجة وإحنينا وجدع وقمت بمسؤولياتي وكل حاجة خلصت يبقى خلصت خلاص اللي بعده ربنا مش رأيتها تكمل نفس الحكاية البنت اللي بتشتغل قوي 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 وبالنسبة لها الأمان كله فلوس لا هيدي عمرك سنة ورا سنة ورا سنة وهتلاقي نفسك فجأة حياتك كلها جمدة حديد مكتب لابتوب عربية تليفون لا برضو مش هو ده الأمان آه ماشي معاك فلوس وبحسسك أن انت ما تتحوجيش لحد في حياتك ودي مهمة جداً حدش يزلني وحدش هيكسرني لكن في نفس الوقت جنب الشغل والفلوس لازم يا فيق برضو يعني حياة اجتماعية تتجوزي وتعيشي وتتهني وتخليفي فعني خلاصة الأول الأمان مش في حاجة واحدة الأمان في مجموعة حاجات بنسب متفاوتة أنا بقى بزكائي وبشطرتي إزاي عدل النسب دي بشكل يرديني ويردي كياني وشكل حياتي اللي أنا عايشها فاشكركم مشاهدينا ويا رب الأمان لكل اللي بيشوفونا شوفكم الحلقة جاءة على خير إن شاء الله شكرا